أنهى المونسونيور دكتور يأنس لحظي جيد مدته القانونية كسكرتير أول لقداسة البابا فرانسيس وأول سكرتير شخصي من الشرق الأوسط في تاريخ الأحبار البابويين والأب الدكتور جيد هو كاهن قبطي كاثوليكي عمل ما يقارب من ثماني سنوات في أمانة سر دولة الفاتيكان ويعد الأب يأنس من أكثر المقربين من قداسة البابا فرانسيس ووصلة الربط بين قداسته والشرق الأوسط ويعتبر بجدارة مؤسس القسم العربي في الفاتيكان المختص بترجمة جميع تعاليم وعظات ولقاءات وكتبات قداسة البابا وقد لقبه الموقع الرسمي لمشيخة الأزهر بمهندس العلاقات الإسلامية المسيحية والعلاقات بين الفاتيكان والدول العربية تقديرا لمجهوداته ولدوره البارز في إحياء ودعم الحوار الإسلامي المسيحي والتي تكللت بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من قبل قداسة البابا فرانسيس وفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بأبوظة بالعام الماضي مكتب نورسات الأردن يتمنى للمونسينيور جيد خدمة جديدة موفقة ببركة ورعاية الرب